اهلا بيكم في حكاوة جمعة كلنا في وقت من الاوقات هنقابل الصاحب اللي حظه سبال لدرجة ان هو اضطر يتعرف علينا وقصص النهاردة اللي هحكيها بتتكلم عن الصاحب ده وهنسميه حمادة بس قبلنا منتكلم عن حمادة فيه كم حاجة عايز اقولهم في السريع كالعادة اول حاجة الفيديو اللي فات طبعا ما وصلش عشر 1000 لايك وده معناه ان انا مش هامل حقاة الاصابات النهاردة وغير كده لو الفيديو اللي احنا منعمله دلوقتي ما وصلش 8000 لايك في اول يوم لي انا مش هامل حكاوة الجمعة المرة الجاية واسمعوني للاخر عشان فيه سبب كويس للموضوع ده اوكي الفكرة حالية من اللايكس مش ان انا احس ان انتو بتحبوني لا والله مش كده خالص بس الاسبوع اللي فات احنا دخلنا الترند وطلعنا مننا عطول لمجرد ان الناس بطلت تعمل لايك فاللي بيخليني اقولكم 8000 لايك في اول يوم هو ان احنا كده ممكن نوصل للترند ونوصل للناس اكتر وانا عايز دعمكم في الموضوع ده فانا حاسس ان انا ليا الحق الصراحة ان لو مش شايف الدعم اللي انا محتاجه في السلسلة ماكملش في السلسلة فعشان كده اقول لكم لو سمحتم نوصل 8000 لايك في الحلقة دي وعمل لكم الحلقة الجاية الاصابات وكل حاجة من غير هزار بجد بس ما وصلناش بجد مش هامل حلقة امار الجاية مش تهديد مني ولا حاجة بس عشان القناة عني تمشي كويس لو عايزين القناة تمشي كويس نوصل 8000 لايك وصدقوني هامل الحلقة على طول الاسبوع الجاية لو سمحتم خلينا نوصل 8000 لايك النهاردة لو قدرنا او اعلى رقم ممكن نوصله غير كده بالليل عندنا بطول الباب جي موبايل واعطاقين انتو فهمين الموضوع ده ماشي ازاي من الاسبوع اللي فات نفس الاسبوع اللي فات بالظبط هيبقى الساعة 8 بالليل بتوقيت القاهرة 9 بالليل بتوقيت الصادية وعشرة بالليل بتوقيت امارات وعمان هيكون على تويتش وهكون بعمل الرومز على تويتر فتابعوني على الاتنين هتلاقون في الديسكريبشن تحت وهتلاقون في التعليقات المثبتة وغير كده كمان هتلاقوا روابط للعبة اسمها اسم دي لعبة موبايل مساحتها 51 ميجا لو حملتها من الروابط الخاص بيا هتبقى بتدعمني مباشرة كانك بتعمل دونيشن للقناة فبتساعة بتطور القناة بس كده خلينا نخش في قصص حمادة الصراحة صعبان علي بزيادة والله اوكي تخيلوا معي الموقف ده شاب بسيط جميل لطيف طيب جدا اسمه حمادة جاي المنطقة جديد منطقة كلها شباب شلق انتو عارفين القصص من المرة اللي فاتت يعني القصص بتاعت الخناعيات وكده نفس الشباب نفس المنطقة نفس كل حاجة وجايب يقولهم هاي ممكن نبقى صحاب ماشي احنا مش صحاب وحشين ولا حاجة احنا مش سيئين بقصد مش بوليز مش متنمرين لا بس فكرة سيئة انك تكون صديق لنا لان المواقف السيئة هاضطردك دايما فاهمين الموضوع ماشي ازاي خلينا فاهمكم اكتر ده اول قصة معانا حمادة ده اول ما جي المنطقة جديد احنا كان قدام العمارة بتاعتنا فيه خرابة او يعني ارض فاضية الارض الفاضية دي على قد ما هي كانت معفنة وخطر انك تلعب فيها كرة بس كنا نلعب فيها كرة عادي خلص يعني لان احنا كنا شباب ضائع خلص المؤمن الوقت الفمار جي يلعب معانا وبما انه شخص جديد وكده فابن حرس العمارة كان عايز بقى هو اللي يتنمر عليه شوية وبدأ يتنمر عليه وهنا انا جي جواية ما عارفش بيسموه ايه النفحة نفحة الشاب المغوار الشجاع اللي ممكن يبقى بس فرند في المستقبل جات فيي النفحة دي وطيت على ارض وجبته توبة وقلت اللي ابن حرس العمارة اللي لو ما طلعتش تجري دلوقتي حرام وسبته في حاله هضرابك بالتوبة مع العلم ان انا ما بضربش حد عمرا مرمي التوبة على حد بس هو كده الشيطان قال لي بقولك ايه الولد ده اول مرة يشوفك ممكن تبهره في ارمي توبة على الواد التاني وبالمناسبة ابن حرس العمارة ده كان صاحبنا جدا يعني كنا دايما بنبقى في الشلة هو معانا على طول يعني هو ولد كان كويس جدا الصراحة وكنت بحبه جدا المهم ابن حرس العمارة قرر انها فكرة حلوة ان هو يضرب حمادة ويطلع يجري على اساس ان انا مش عارف اجيبه بالتوبة بس هنا انا عرفت ان انا بناشن كويس جدا من بعيد كده ابن حرس العمارة بيجري انا راح تمسكته بالتوبة ورميتها كده عليه من بعيد معرفش ازاي فضل الطائرة في الهواء وشفتها بتخبط في راسه وزاي الكارتون بالزبط خبطت في راسه وهو طار له قدام كده وقع ماشي هنا انا ارتبكت وطلعت على شقتي على طول وعملت نفسي اجنبي كالعادة ما عافش ليه اصلا عمري ما تعلمت من انا لو هامل نفسي اجنبي الموقف هيجري ورايا ده اللي بيحصل على طول بس لا انا اطلعت وعملت نفسي اجنبي لغاية ما اسمعت اجرز الباب وامي فتحت الباب وامي فتحت الباب لقيت ابني حالس العمار عمالي عايط ومعاه مامته ومامته بتقول لها ابني كرامة طوبة على الولد ومش عارب ايه فامي نادتني فقالت لي انت ناميت طوبة عليه والوقت كان لسه عمال بيعيط وماما قايت لي صالحه ومتزعلش ومش عايب ايه فقال لي خلاص ومش عايب ايه وفعلا فعلا صالحنا وكل حاجة وكل حاجة بقت تمام بس ابني حالس العمارة بقى بيكره حمادة من الاخر كده يعني حمادة لو كان ماشي الواحده في الشارع في اي وقت وابني حالس العمارة شافه كان بيحفل عليه وكتانى السبب ودي اول قصة معانا النهاردة على قد ما هي مش قصة قوي بس بتديكم لمحة عن اول يوم للودة في المنطقة الجديدة اللي احنا فيها كانت عاملة ازاي كان لها بقى نخش بالقصص اللي بتضحك بجد تاني قصة معانا كانت بقى في الحقبة والفترة اللي كانت البيبي جونز فيها بدأت تتشهر وبدأ يطلع منها انواع مختلفة كتير من الانواع دي كان فيه نوع عبارة عن بندقية كبيرة بتضرب 3 خلاصات في نفس الوقت ماشي 3 حرفيا يعني كانت شوت جون من الاخر يعني واللي مش عايف ايه البيبي جونز ده لسبب مما المسدس اللي بيبقى فيه بلي صغير وبتضربه البلي بيطلع بقوة يعني هو بلي بلاستيك بس بيطلع بقوة لدرجة ان هو بيعلم فيك بيعلم جامد يعني المهم انا والدتي ما كانتش بتجيب لي اللعب دي لانها لعب فعلا بتعور بس واحد صاحبي كان عنده اللعبة وجابها عشان نلعب بيها فاحنا ما كناش عالفين نقدر نلعب بيها فين من غير ما اومي تقفشني فعلا هتخانق معي وهبهدلني فقررنا نلعب في البدروم بتاع عماريتنا البدروم بتاع عماريتنا كان عبارة عن عمارة طويلة كده ماشي وفيه تحت خالص اللي هو الجراج بس مفيش فيه عربيات مفيش فيه اي حاجة كان فيه زبالة حرفيا كان فعلا العمارة فيها زبالة من تحت بس كانت عمارة قاضرة جدا نزلنا تحت انا وصاحب البندقية دي والوات حمادة ماشي وبدأ لنجرب البندقية وانا بلعب بالبندقية بنشن بها بعيد عن حمادة خلص دربت والخلص اجدت في عين حمادة ده كان تقريبا شهر او شهرين في وجود حمادة معانا في المنطقة يعني حرفيا ما كانش بقاله كتير معانا فعلا والله الولد ده عزل بسنعة جدا من المنطقة اطلع اجدت في عين الولد وتعور جامد بدأ التورم يمكن لحظيا وهنا انا عادة فكر وخاطط عشان ازاي محدش فينا يدخل في اي مشاكل مع عيلته طبعا اللي كان مع البندقية متعودة عالكلام ده وانا متعود عالكلام ده بس حمادة مش متعود عالكلام ده لانه مش متربي معانا فمكانش هيغطي علينا مهم قلت رو حمادة لو سمحت متقولش لمامتك عشان لو مامتك عرفت هتقول له مامتي ولو مامتي عرفت هتفشغني فحمادة قال لي ايش اوكي يقول له ماما مش عارف ايه وخلاص وثقت في احنا انا واصحابي كنا لما حدي بيقول لحد ما تقلقش خلاص ما تقلقش ووالله كنا كده حرفيا بس هو كان جديد علينا وما كانش لسه محل ثقة يعني ومهما اتلعت شاقتي هو تلع شاقته وخلاص كده كل حاجة تمام والولد المعين بوندقية روح والله العظيم ما قلعت الجزمة اقسم بالله ما قلعتش جزمتي وجرز الباب رن تاني انا كنت بكرة بصوت جرز الباب ده والله فتحت الباب لقيت حماده وامه ام الوقت حاجت لام اللي حصل وامه سألتني مرة تانية انت الادرات الوقت ببوندقية في عينه تمام وخلت حماده يمشي وحماده ماشي وقفلنا الباب وققيت ليه لعبت ببوندقية قلت لك النفس اجربها ومش عايب ايه ومهم الموضوع يعني يعد على خير معمي قصة مخلصتش علي هنا حماده اللي عاملو دلوقتي ده ضد قوانين السجن في السجن لو انت اتكلمت عن حد او فتنت على حد بيقولك يعني اللي بيفتن على حد بيتضرب بالنار من الاخر فمن بعدها كان بيجي مسلا يلعب معنا كورة نبقى اربعة ضد خمسة يقول لنا ممكن نعب نقول له مفيش مكان خلاص فضل اسبوع متعاخب كده مبيلعب كنا اطفال كنا اطفال مبيلعبش معنا متقنيتش معنا طبعا اي حاجة بس كنت محبط جدا منه كصديق وكنت زعلان منه جدا لدرجة ان انا علاقتي بيه تزعزعت شوية المهم بالغاية دلوقت الولد مكملش شهرين في العمارة معنا بدأ ابن الحرس العمارة يتنمر عليه وخزقت له عينه اوكي نخش في القصة الثالثة والاخيرة القصة الثالثة والاخيرة بقى بتنسبتلكم قد ايه احنا اصحاب اندال جدا 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 بعد ما حماد افضل معنا في المنطقة شوية وخلاص بقى صاحبنا بجد يعني فعلا بقنا اصحاب وبدأنا نكبر مع بعض وكده يعني قادر اقول ان احنا انا بقى اعمل دراما شوية مدخلناش يعني اكتر من سنة مع بعض بس يعني لو بقنا اصحاب يعني اوكي والنشمع بعض يا حاج ما عرفش ادي دراما لانا في هذه المهم يعني في المنطقة اللي جنبنا كان في حرس عمارة ماشي حرس العمارة دها كان زمان صاحب اخو واحد صاحبنا وبعد كده بقى اشتغل حرس عمارة فاحنا قررن لنا فكرة حلوة ان احنا كل يوم جمعة نروح نشتغل شوية والله كنا فعلا كل جمعة بنروح نشتغل ونفس الاشتغالة الاشتغالة كانت كالتالي فمرة شفناه مسك حلة وبيجري بيها وعاد ما نقول عليه حرام الحلة حرام الحلة ومن ساعتها كل جمعة بنروح لغاية عنده عشان نقول حرام الحلة حرام الحلة ونطلع يجري ويقعد يجري ورانا الرجل ده كان نفسه يمسكنا بأي طريقة شوية عائل صغيرة كل شوية يروحوا يتريعوا عليه وهو عايز يمسكهم يدربهم مش عارف تمام فبمرة روحنا لحلزة المرة ده وقعدنا نقول حرام الحلة حرام الحلة فالرجل تلع لنا وكان خلاص بقى بيبدأ يجري ورانا فطلعنا نجري كلنا فطلعنا نجري 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 وهو بيجري ورانا وقدر اقول ان المسافة كانت حوالي 4 دعائق جري من منطقته لمنطقتنا هو كان عايف احنا عايشين فيهم بس طبعا ما يقدرش قرب مننا عشان اهلين كلهم هناك فالرجل ده كان هدفه انه هو يكون سريع بما يكفي انه هو يمسكنا في منطقته عشان يبهدلنا وبعد ايه كان نروح البيت معاية في البيت براحتنا مهم طلعنا نجري 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 واحنا بنجري بنمشي في شارع مستقيم كده على رصيف وبعد كده بنعدي الشارع ونكمل الشارع التاني بالعرض ماشي؟ ففي شارع هنا بيتعدى المهم طلعنا نجري وبنعدي الشارع بقى انا عديت واحد صاحب اعدي والثالت والرابع وجيه دور حمادة ان هو يعدي انا اسف وهنا وحمادة يعدي حمادة انت لو بتتفرج وعرف ان يعني فكرني لانه انا معرفش هفكرني او لا لو بتتفرج وفكرني وفكر القصة دي والله انا اسف جدا على اللي احكيه دلوقتي ده لما جي دور حمادا يا عادي سمعنا الصوت عربية بتفارمل جامد وبعد كده صوت حاجة بتتخبط وحد بيقول اوه وبيقع حمادا اتخبط من تاكسي اللي احنا ما خدنانش بالنا منه واحنا بنجري ونعدي الشارع ان كلنا كنا بنجري من غير ما نبصي مين وشمال وكنا بنصق في اول شخص عادي خلص اللي هو اصلا ما بصش مين وشمال يعني من الاخر كده بديهية وواضحة جدا اول شخص بيعادي بياخد بالله لو في حاجة في الشارع عشان يقول لنا واحنا بنجري وراه اول ثلاثة عدلوا الشارع وكملوا جارية بالعرض مسمعوش حمادا انهم كانوا بعيد خلاص اللي هو انا واتنين تانين من صحابي بس الشخص الرابع اللي كان قابل حمادا بالزبط بص وراه وشاف حمادا مقبوط بالعربية وعالارض بص برضو بص ورا حمادا وشاف حرام الحلة بيجري ناحية حمادا وجري وصاب حمادا يتقفش من حرام الحلة وهو مقبوط بالعربية المهم يعني بعد ما وصلنا لغاية اخر المنطقة وخلاص وصلنا عند عمرتنا بنزقر الرابع ده بنقول له وحمادا فين اللينا يا جماعة حمادا تخبط بعربية والولاد راح مسكوا هنا بقى الرجولة والمروقة والرش كده بتاعتنا قررت ان هي تكيك ان كده وتقول لنا يلا انا جاي معاكم وروحنا نشوف حمادا عامل ايه وصلنا لغاية المكان اللي كان فيه حمادا لانها قاعد عن رصيف بعيط وموجوع شوية والتاكسي اختفى وحرام الحلة اختفى فسألنا اللي حصل قلنا ان حرام الحلة راح وساعده واخد رقم سواق التاكسي عشان لو حصل لحمادا حاجة يبقى عارفين يوصل له لسواق التاكسي وسواق التاكسي كان من فطريق عشان حمادا قال لهم ان هو كويس وفعلا الواج كان كويس يعني الولاد كان كويس بس كان بعيط عشان الصحابه اندال الجديد بالذكر ان بعد القصة دي حمادا ما بقاش يتكلم مع انا و بعدها مشوية عزل وسبب المنطقة وبسبب امدالة صاحبنا الروع بعده وبس الولد جيه قاعد مع انا حوالي سنة وكان من الاصدقاء المقاربين لينا بمناسبة انا فعلا بحبه الغيات دلوقتي جدا واساعات بشوفه بالحظ وسلم عليه وبنمعفكين بعض وكل حاجة بس آآ لأ حظه معانا كانسيا جدا ذي جه Villa ذهب الجمعة النهاردة انا آسف جدا لو حسيتم حلقة هش مش حلوة بس كنت عايز احكي القصص بتاع هل Cannon كتبئ حلقة جدا بس موصلناش الى عشر تلاف لايك یاريتنا حُصل ٨الاف المرات دي غير كده و في حاجة انا اقول. عدت ما بيزادش وراية بسها برده نفس الموضوع فم حدش يجيكتب لي في التعليقات عدت ما بيزادش لي لان الموضوع ده محبط جدا و اي حد كده بالتعليق ده مرة فتت عملت له بام من القناة اصلا عشان انا مش عايز التعليقات التوكسيك دي عندي تعليق ملوش لازمة فبداش نقول لو سمعتم المهم بحبوكم فشخ اه اه اتمنى تكون الحلقة عجبتكم واسف جدا لو الحلقة كان فيها كروتا انا لسه صحي من شوية على فكرة من النوم وبجهز لبطولة بوب جي بتاعت النهاردة فرعوني شوية مرضتش النهاردة اصطراحة ما نزلش حلقة يعني انا والله قدامي دلوقتي على فوتوشوب انا كايتم مفيش حلقة الحكاوة الجمع النهاردة وبعدين قلبي ما طبعنيش انها ننزلها فعشان كده عملت الحلقة دي اتمنى تكون عجبتكم بحبوكم جدا اشوفكم الفيديو جاي ان شاء الله ياريت تكون عملت لايك والسلامة بستويه